السلام عليكم كديري اللباس كانت مننا تكونوا بخير ولا خير مرحبا بكم في قناة شيواتهم دعاء اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم ليميني شاورما اللي يأتيون رائعين شكلا ومداقا هاد ليميني شاورما يأتيون رائعين بالاخص في حفلة اعياد الميلاد وعدة مناسبات بقوا معي ان شاء الله مع المقادر وطريقة التحضير انا بدأوا بسم الله على بركتي الله عندي هنا نس كيلو ديال صدر دجاج انا استعملت دجاج يمكن لكم اللي ما عندوش دجاج يستعمل بيبي كيفما لاحظتوا معايا استعملت واحد الفصل ديال التوم استعملت معايا لقا صغيرة ديال عطرية شاورما استعملت نص معايا لقا ديال التوم بودرة سنستعمل هنا قليل من بودرة البصل رأس ديال معايا لقا تاوة متقويش منها بزاف سنستعمل واحد المعايا لقا صغيرة ديال موطارد على فكرة صدر دجاج ضروري سميتوا تقطعوا طريفات شوية هكا طوال باش يجيكم زوين في المنظر ديال المينيشا ورما سنستعمل معايا لقا صغيرة ديال الصوص حارة سيكا تجي زوينة هنا درت واحد معايا لقا كبيرة ديال زيت الزيتون واحد معايا لقا صغيرة ديال الحامض شوني درت عر واحد العصيرة هكا شوية هنا عندي ضانون مسوس سنستعمل عر نصف ديال الكاس ديال ضانون واحد رشة ديال الملح غنضيفها دابا ما حطيتهش مع المقادر هنخلطوا ديال المقادر كاملين باش يجانس لنا هدجاج مع دوك المقادر هتجيت تسبيل زوين او رائع عرعين من المقادر كي يبال لكم الفرق غدين ندير لها بابي سوفي غيزي وغدين دخل هالتلاجة تبات ليلة كاملة ان شاء الله واللي ما عندوش الوقت يخليها ترتاح عرسة عوي مكلو يوجدها هنا في هاد لحظة غدين نوجد سلصة ديالي غدين نستعمل نصف علبة ديال ياغوت اللي خليت غدين نضيف لها واحد رس المعيلقة ديال الابزار غدين نزيد هنا شوية البودرة ديال البصل غدين نضيف نصف معيلقة ديال كورنينشو محكوك تواكي يجي زوين كتجيت سلصة محمدة زوينة واحد المعيلقة كبيرة ديال لما يونيز واحد وعصير الحامض فاد اللحظة واحد المعيلقة صغيرة سوف نخلط مزيان السلصة ديالي كتكون واجدة على هاد الشكل غدين نمشيون فاد اللحظة غدين نشحروا سدر الدجاج اللي وجدنا درت واحد المعيلقة كبيرة ولا جوج معيلقة ديال زيت العود غدين نشحر فيهم هاد سدر الدجاج والمقلات هنا ما تكونش تلصق ونجهد البوطة باش يطيب لنا بسرعة ما يبقاش يطلق في الماء ونخليوا صدر الدجاج ديال نتي يتشرب جميع دل العطرية والتوابل ينشف ونقاونا نحركو في حلاكاية حتى كين شفلينا صدر الدجاج ويتحمر عاد سميتو ان نوجدو الخبز ديال التورتية فاد اللحظة هادي انا وجدته قبل انا هاد الخبز راشاركتو معاكم في القناة احضرتو ما بغيتش يعني سبق لي دي احاطه في القناة هنا يا وجدتو باش ما نطولش عليكم الفيديو فاد اللحظة هادي غدين ناخد واحد القطاعة الحجم اللي بغيت انتمو القطر اللي بغيتو دي القطاعة عندي هنا يجوج انا هنقطع باد القطع هادي على هات الشكل غدي تخرج لي اشي ثلاثة دوائر ولا اربعة احسن الحاجة الانسان الواحد يحضرها في الدار وباش مكونات وسيطة يعني ما كانت تكلفناش بزاف دخلوا القناة مرحبا بيكم را غدين نخلي لكم المقادر وطريقة تحضير كل شي في صندوق الوصف فاد اللحظة هادي غدين نكمل تقطاع ديال الخبز اللي عندي ديال طاكوس والقطاعة ندوي لكم شوي عليها اختاروا لتمي الحجم اللي ناسبكم انا يا القطاعة القطر ديال اللي كان قطع بيانا دابا تسعة سنتيم جاوني زوينين والحجم صغير فاد اللحظة دابا غادي نعمر شاورمه ديالي عندي السوس اللي حضرت معاكم نديرو معي القصغير هكاية هاد السوس غا ترتب لي يدك الخبز ديالي ديال شاورمه وغا نديرو فوقو طريفات ديال الخص اللي بغا يدير فريت ولا اللي بغا يدير ماطيشة ولا البصلة ولكن ها كان يعجبوني كي بقى داك الماداق ديال شاورمه كل واحد الادواق تختلف فاد اللحظة دي غادي نكمل الخص على تشكل كي ما كتشوفو معايا طريفات ديال الخص بطبيعة الحال مغسول و ناشف غادي نحط فوقو طريفات ديال الدجاج الدجاج را طيبنا وخليناه نشوفو برد ما ديروش الدجاج هو سخون وعلى فكرة هاد مينيشا ورمار تيجو رائعين كي ما قلت لكم قبل كيجو في عيال الميلاد و تيجو الإنسان في طبيعة ديال إنسان في رمضان ولا كيجو عندنا الأحباب في أي مناسبة كنستعملوهم فاد اللحظة هادي غادي ندير لهم هاد المقايبطات بطبيعة الحال هادو ماشي مقايبطات ديال الشهر هادو مقايبطات كنزينو بيوم كيجو تم ميا زوينين في المنظر كيتباعد مالين الحلويات اللي كيباعدك اللوازم ديال الحلويات كيف ما شفتوا معايا كيجو على تشكل زوينين وحلوين غادي نكمل بحلاكايا على هاد طريقة كلهم غادي حاولوا متعمروش الحشوة بزاف باش يتقبطوا لكم بدوك المقايبطات هاد المقايبطات كينين فيهم على شكل الوان تاومايا كينين ديال الخشب انا اخديت هاد اللون هادا كلهم الوان زوينين يمكن لكم تشريوا واحد شبيكة ساية كيزينو با من تحت انا افضلتو معير هاكايا كيبقايبان ذاك الخبز ديال طاكوس كيعطوا منظر هاكا رائع مليك نديرو ديك شبيكة اللي كتكون من تحت ديال كاغط كتدرق لين ذاك المنظر ديال ذاك الخبز انا غا نستمر على هاد الشكل بحلاكايا حتى نكمل جميع دوك الدوائر ديال الطرطية اللي عندي اه وفاد اللحظة هادي غا دين غا دين السامر تنكمل شوارما ديالي كيما قيت لكم ندوي لكم شوي على الخبز ديال طاكوس اه حضرتو معاكم انايا في القناة جرائع يعني بمكونات بسيطة وتطريقة تحضير رسالة مبساطة ما كنجيبش لكم انا في القناة شي حاجة اللي الحمدولي لها صعيبة اولادة دائما كان اي حاجة كنجرر بعد كنديرها في القناة ونتمنى ان نكون عاد الحصن ضن ديالكم يا ربي والله يوفقنا ويوفق الجامع وهاد الخبز هادا تيجيب واحد طريقات ميتو ساهلة وبسيطة باش الانسان يدير شي حاجة ديال الدار حسن ما يشراه من الزنقة هاد الخبز هادا غادي نشريو حنا يبو حتى ما هو ما تيخسروا علي التاشي حاجة يعني عر العاجين والدقيق والماء والمال حواده ولكن كتبقى عاد طريقة باش تخدموا ورا مش طريقة لي صعيبة مش حاجة اللي غادي تخمر يعني غادي تمشي وير خطوة بخطوة وغادي ينجح معاكم إن شاء الله وحتى الانسان مبتدئ كيقدر يدير الحاجة عير مرة تنجح لي وكل الانسان اللي ما تيكونش مبتدئ كيديرو حد الحاجة يوميا واحد النار ما كتصدقلوش والإنسان كيبقى يجرب ويعود يجرب أنا ما كندويش على الموضوع دي اليوم دي الشاورما اللي درت معاكم يعني في أي حاجة دومين دي الطبخ ولا أي حاجة الإنسان كندير الحاجة وكن نعودها وغادي إلا ما نجحتش مرة ستنجحها مرة أخرى إن شاء الله وهذه اللحظة كملت هالشكل دي الطبق ديالي كيفاش جاء شكلا ومداقا كما كان قول لكم دائما وكما وجدت معاكم دابارها طريقة سهلة مبسطة تحاجة تباليكم تشوفوا في الصورة كتقولوا رس عيبر تحاجة مصعيبة الإنسان عير يدخل المطبخ ويجرب وغا يبدع وغا يخرج شي حاجة زوينة وتوفيق الجامع يا ربي وكنتمنى تدعموني في القناة ديالي وتقابونا وعندي إلا عجبكم المحتوى وتبارتاجيوا الفيديو وشكرا لجميع اشتركوا في القناة